هاي الخطوات اللي رح احكي لك عنا بهذا الفيديو مهمة من اجل الجنسية التركية من اجل الكملك من اجل الاقامة ومن اجل جميع المعاملات في تركيا السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني الكرام اي اجنبي مقيم في تركيا مهما كانت جنسيتك اعمل هاي الخطوات معي هاي الخطوات من شام مصلحتك انت ورح تكتشف كتير امور كانت غايبة عنها رح نفوت يا اخوان مع بعضنا هلأ على الشرح العملي الكل يطبق جميع هاي الخطوات خطوة بخطوة كل خطوة بهذا الفيديو من شام مصلحتكم انتو انتبهوا منيح وخلينا نفوت على الشرح العملي نحن اليوم بتاريخ 4-1-2023 ركزوا معي يا اخوان خطوة بخطوة رحنا على متصفح الجوجل كتبنا بشريط البحث كلمة اي دولات مثل ما انتو شايفينها لا تسجدوا الدخول من خلال التطبيق تمام من خلال التطبيق ما رح تعرفوا تشتغلوا هاي الخطوات اللي عم نحكي عنا بعد ما تكتبوا كلمة اي دولات بشريط البحث اخواني رح يطلع عندكم متصفح الاي دولات بوابة الحكومة الالكترونية رح تضغطوا على هذا الخيار اللي هو الخيار الاول بعدين يا اخوان هون في عندكم كلمة جيريشياب طبعا شفرة الاي دولات يا اخوان فيكن تحصلوا عليها من خلال مراكز البيتة تي او اذا في عندكم حساب بنكي فيكن تسجدوا الدخول على الاي دولات من خلال حساب البنكي رح خليلكم الطريقة بوصف هذا الفيديو هون يا اخوان عم يطلب رقم الكملك وشفرة الاي دولات رح ندخلون وشوفوا شو رح نعمل بعد هيك خطوات رح تغير مسرح حياتكم القانوني في تركيا حطينا رقم الكملك والشفرة وسجلنا الدخول على موقع الاي دولات ركزوا معي يا اخوان في خطوات وفي تحديثات لازم تعملوها خطوة بخطوة اول شي يا اخوان هون في عندكم ثلاث نقط رح تضغطوا عليهم بعد ما تضغطوا عليهم رح يطلع هون اسمكم رح تضغطوا على اسمكم بعد ما تضغطوا على اسمكن اخواني هون بالاسفل تحت في عندكن خيار اسمه طبعا يا اخوان الاشخاص اللي ما بتعرف لغة تركية لا تهكى لهم في هون كلمة ترجمة فيكن نترجم الصفحة بكل بساطة من غير اي مشاكل الاشخاص اللي ما بتعرف لغة تركية يعني بتم ترجمة الموقع من خلال الGoogle تلقائيا هون في عندي يا اخوان خيار اسمه خيارات الاتصال احنا اضغطوا عليه بعد ما تضغطوا عليه يا اخوان طبعا هذا الخيار هو عم يكون سبب بعدم إتمام المعاملات إذا فيه عندكم أخطاء بالمعاملات وعم يكون سبب بفشل عدة معاملات عبر الإدولات طبعا هاي الخطوة الأولى في عدة خطوات أخرى خليكن معنا هون يا أخوان بهذا الخيار اللي هو خيار معلوماتي رح يكون موجود هون رقم الهاتف تبعكن إذا مو موجود لازم تضيفوا رقم الهاتف تبعكن تمام بتضيفوا رقم الهاتف وبتعملوا له تأكيد هاي أول خطوة بتنزلوا للأسفل هون يا أخوان في عنوان البريد الإلكتروني تبعكم كمان إذا مو منضاف لازم تضيفوه وتعملو له تأكيد ممكن كتير خدمات على الإيدولات ما تشتغل إذا مو موجود عنوان البريد الإلكتروني تبعكم ورقم الهاتف بشكل صحيح هاي النقطة الأولى اللي لازم تركزوا عليها بتضغطوا هون أخواني بتحطوا البريد الإلكتروني بتعملو له تأكيد لازم تحطوه له تأكيد بيجيكم رسالة على البريد الإلكتروني وعلى الهاتف وهيك بتكونوا أكدتوا رقم الهاتف والبريد الالكتروني تبعكم بنجاح وهيك منكون خلصنا من موضوع أول خطوة بعدين رح تنزلوا للأسفل يا أخوان هون بالأسفل بقى الخطوة اللي جدا مهمة هون في عندكم كلمة باللون الأزرق مكتوب عليها تفضيلات المعلومات رح تضغطوا عليها بعد ما تضغطوا على هذا الخيار يا أخوان هون الشغلة المهمة اللي لازم تعملوه أيضا ترجمت لكم الصفحة متل ما لكم شايفين يا أخوان هون فيه إشعارات للبلدية اختارات المؤسسات والمنظمات العامة اختارات بوابة الحكومة الالكترونية كثير فيه ناس فيه رسائل سواء بتخص مساعدات بتخص جنسيات بتخص معلومات الدولة أو دوائر الحكومة بده تبعات لكم ياهن ولكن ما عم يقدروا لأنه أنتوا مو مفعلين هاي الخطوات أو هاي الخيارات أو مو ضيفين رقم الهاتف تبعكم أو البريد الالكتروني تبعكم هون يا أخوان رح تجوا على هدول الخيارات تحطوا عليهم كلهم صح في عندكم هون كلمة الكل هون عم يسألوكم أنه كيف بتكون الإشعارات توصلكون هل من خلال رسائل قصيرة هل من خلال البريد الالكتروني هل من خلال اتصال مثلا فأنتوا يا أخوان بتحطوا على الإشعارات الكل تمام؟ فيه أشخاص ممكن يفوتوا لهون ما يكون فيه أصلا رقم هاتف أو بريد الكتروني مشان هيك عم بقول لكم حطوا رقم هاتف وبريد الكتروني هون المؤسسات والدوائر الحكومية أخواني لما بدأ ترسلكم أي شيء لازم تكون هاي المعلومات موجودة عبر الإيدولات لحتى يشتغل الإيدولات بشكل صحيح لازم تكون هاي المعلومات موجودة في كتير ناس عانت من كتير مشاكل بسبب هاي المواضيع في كتير ناس فيه إلى مساعدات أو رسائل بشكل عام من الدوائر الحكومية ما عندهم علم فيها بسبب هذا الغلط فهدول يا أخوان كلهم حطوا عليهم صح تمام؟ كلهم بتحطوا عليهم صح وبعدهم تضغطوا على كلمة يحفظ أو حفظ هاي الموجودة بالأسفل هيك بتكونوا عطيتوا الإذن للإيدولات وللدوائر الحكومية إنه هني يرسلوا لكم رسائل أو إشعارات أو إختارات حول أي موضوع إن كان حلو كتير هاي الخطوة الثانية عملناها الخطوة الثالثة اللي رح نعملها هلأ هي تحديث معلومات الكملك وهي خطوة جدا مهمة لحتى يزبط السيستم تبع الإيدولات ارجعنا على الصفحة الرئيسية يا أخوان ورح نكتب بشريط البحث كملك بالقلرم يعني معلومات هويتي كتبنا هي المعلومة يا أخوان هون بالأسفل عندكم خيار مكتوب عليه كملك بالقلرم تمام؟ رح تضغطوا عليه وبتنزل للأسفل تضغطوا على كلمة كملك بالقلرم وبتستنوا شوي يعني معلومات هويتي رح ترجم لكم الصفحة للغة العربية هون يا أخوان مثل ما لكم شايفين طلع معلومات الهوية تبعكم تاريخ الميلاد تبعكم مكان الولادة تبعكم اسم الأم واسم الأب في ناس مثلا عملت تحديث للكملك تبعها في ناس غيرت الكنية في ناس قدمت أمور جديدة في ناس اتزوجت تغيرت للكملك تبعها فمن الممكن يكونهم في خطأ بالكملك تبعهم فأنتو شو رح تعملوك؟ رح تضغطوا على كلمة قم بتحديث معلوماتي ضغطنا عليها مثل ما لكم شايفين تمت معاملتك بنجاح وتم تحديث معلومات الكملك تبعكم على السيستم الخاص بالإيدولات وبهي الصورة يا أخوان كل معلوماتكم على الإيدولات أصبحت محدسة وصحيحة يعني إذا جيتوا حتى تعملوا أي معاملة على الإيدولات طبعا هذا الحكي مثل ما قلنا بشمل السوري العراقي الأجنبي التركي أي شخص مقيم في تركيا وعلى فكرة في ملايين الأشخاص ما عندهم علم بهي المعلومات ويجب كل شخص مقيم في تركيا أنه يلتزم فيها مشان أموره تمشي بشكل أفضل بهي الصورة يا أخوان انتو بتكون أموركم سليمة رح يبدأ يجيكم إشعارات أو رسائل إلى علاقة بأمور كتير طبعا هاي الأمور مهمة ومفيدة لمصلحتكم هذا الفيديو رح يكون عن هدول الخطوات الأولى اللي فعلن يكتب لي أنا فعلتن تم بقسم التعليقات اللي عمل هاي الإجراءات كلها يكتب لنا أنه عملها بقسم التعليقات رح ننتقل إن شاء الله بالفيديوهات القادمة على مراحل أخرى ومهمة جدا أنا ما حبيت أعملها كلها بنفس الفيديو مشا ما يكون الفيديو طويل ورح نحكي عن تفاصيل أخرى يا أخوان جدا بالصميم وجدا مفيدة للجميع ومعلومات رح تكون إن شاء الله لصالحكم في تركيا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة